السلام عليكم مليون مليار مبروك للمنتخب العراقي ولأشقائنا العراقيين مبروك إلي مبروك إلي إلي أنا كعاشق للمنتخب العراقي وأخيراً بشوفه ببطولة بعد غياب طويل جداً لمنتخبنا العراقي بعد حرمان عقود من الزمن من استضافة بطولة وأنه يلعب هذا المنتخب على أرضه بين جمهوره بيستضيف العراق خليجي زين 25 وبينتصر فيه وبأجمل سيناريو مليار مبروك مليار مبروك أهلا وسهلا فيكن بدردش سريعة عن العراق وعمان بنهائي خليجي 25 وتتويجي العراق وثلاث نقاط سريعة راح أتكلم عنا بهذا الفيديو أول نقطة حاب إحكياني أحباء الكرام أنه هاي البطولة واستضافة البطولة من قبل العراق بهذا التوقيت حالياً بعد هذا الحرمانة الطويل ونجاح التنظيم وهذا أهم شيء بالنسب إلي وركزت عليه بالفيديو اللي عملته قبل خليجي وكنت من أولي اليوتيوبر اللي عملوا فيديو عن خليجي 25 أتمنى منكم ترجعوا تشوفوا ولو بعد نهاية خليجي أتمنى منكم هذا الشيء هذه الاستضافة ونجاحها الاستضافة من مصطحة العراق بشكل كامل طبعاً مقصر أكيد من الناحية الرياضية لماذا؟ نجاح التنظيمياً يعود بفائدة رياضية ونظرة من اللجنة المنظمة اللي أيضاً كمان فيفا مطلع على الموضوع حتى يستمر رفع الحظر عن الملعب العراقية وأنه يستمر هذا المنتخب يلعب على أرضه وبين جمهوره وطبعاً lattice ما معنات هذه الكلام صدقاً أنا لما رأيت الجمهور العراقي طبعاً أنا من الجمهور العراقي لن تكونوا بصوره أنا من الجمهور العراقي لا تحدثوا بالصورة أكيد مع حبياً عمان وكل الدول العربية أنا تعرفوني مع العرب وというهما يال prodigrow مثل السيف فوراً لكن مع العراق ذا حديداً لا Iran فسانحون أنا العراق بعتبرهم منتخبي تقريباً منتخب الرديف تشغيعياً نعم近 منتخبنا السوري وأنا دائماً بكون وراه دائماً بصراحة فهذا الشي لما بتشوف أنت هذا الجمهور وهذا الحضور المجنون معلش اليوم أنت واجهت عمان عمان منتخب متطور منتخب جاي شيد البطولة وخلينا نشوف إذا ما نشوف الاستحواذ أطاع الستين بالمئة للمنتخب العماني مقابل حبالي خمسة وثلاثين للمنتخب العراقي حتى على التزديدات والفرص كان لصالح المنتخب العماني لكن كأساس اشتغل على نقطة مع المنتخب العراقي يلعب بدفاع تقريباً متقدم يحاول يدافع دفاع منطقة متقدم قدر الأمكان يبعد الخطر عن مرمى ويلعب على الارتداد على المنتخب العماني والنجح أول شيء عن طريق الباشرة تسجيل الهدف الأول بعدين المنتخب العماني ضيع بنالتي بعدين سجل بنالتي الثانية بعدين اجت بنالتي للعراق وبعدين رد المنتخب العماني تقريباً خلال دقيقة واحدة أو دقيقتين وأنا عم اكتب البوست على فيسبوك أنه أنا دمعت وأنا عم احتفل بهدف العراق بصراحة أجي الرد العماني أيضاً طبعاً أكيد لو انتصر عمان راح أفرح له بكل تأكيد لكن أنا كنت أتمنى تكتمل الصورة للمنتخب العراقي وللعراق للعراق نفسه أنا بقصد طبعاً حتى بيجي آخر شيء يونس بآخر ثانية يعني بيعطينا هدف بآخر ثانية بدقيقة مجنونة رأسية أكتر من رائعة هدف ملعوب حلو حلو كتير ولو إني كنت شايف المباراة كانت عم تفلة من العراق طبعاً أنا بقصد من ناحية الأسماء لأنه كان المدرب كأساس عمل تبديلات كتيرة أخرج لمهاجمين وكان منزل تقريباً مدافعين لكن هون يحسب الموضوع للجمهور أنا نقطة اللي عم حوص حواليها هي جمهور العراق يا جماعة هذا المنتخب بيوصل كأس عالم هتقل لي بهذه الإمكانيات؟ أي بهذه الإمكانيات بيوصل؟ لأن الجمهور عن جد يعني كان هو جزء أساسي من نجاح منتخب العراق رياضياً بهذه البطولة يعني مستحيل أن أسمع صوت الجمهور من الشاشة شيء لا يصدق تشعر يا جماعة بتشعر في خمسة مليون جوال ملعب ما بتشعر في ستين ألف أو خمسة وستين ألف مشجع بتشعر في خمسة مليون مشجع جوال ملعب شيء لا يصدق فهذا الجمهور صدقاً بيأخذ هذا المنتخب لكأس العالم وتذكروا كلام نسيم أنه حكاها في 2023 بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى من ناحية تنظيمية ليش أنا كنت فرحان كتير نقطة أنه يجب أن ينجح العراق بإستضافة هذه البطولة وفي نقطة أريد أن أتحدث عنها من ناحية تنظيمية هي الناس اللي كانت عم تشكيك وعم تتصيد الأخطاء العجأة والتغافر الجماهير اللي صاد قبل المباراة وكذا أخي طبيعي طبيعي يعني بلد فيها فوق الأربعين مليون طبيعي يعني هيك مباراة هو شغوب في كرة القدم طبيعي يصير هذا التدافع وهذه العجأ وهي كذا طبعاً إذا كان فيه إصابات إن شاء الله بالشفاء العاجل إذا حدا لا سمح الله يكون توفى الله يرحمون شو بدي أقول يعني ما بعرف شو بدي أحكي بصراحة ما عندي تعليقه هاد الموضوع لكن أنا بدي رد على الناس اللي عم تتصيد بماء العراق العكير وروح شوف نهاية دورة أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفيربول صار فضائح بفرنسا فرنسا على أساس أمة الديمقراطية يا شيخ ما عرف يضبوا جماهير هون وصار فضائح والغاز المسيل للدموع والأطفائيات لا تصار ترشي عليهم لحتى بعد الجمهور بقى الله يرضى عليكم لا تتصيدوا بماء العراق لا نظم بطولة أفضل من نهاية دور الأبطال لنظمة فرنسا وما عاجبك روح حيك بغير مسلم أثناء بنحكي نحن بلهجتنا فألف مبروكة العراق هارد لك العمان لعبت مباراة أكتر من رائعة لكن الجمهور العراقي كان غلاب شكرا للعراق تنظيم أكتر من رائع ألف مبروك وإن شاء الله تعالى خير جاي كبير جدا للعراق من الناحية الرياضية بالسنوات القادمة بالنهاية ما عندي شي أحكي نهائيا ما رأى أحكي تكتيك ما رأى أحكي تحليل هو مجرد احتفال فقط بفوز العراق وإن شاء الله تعالى الخيرات جاي تباعا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعالى نشوفكم بخليجي قادم ومنحكي عنه خليني لحق روحش مبارات برشلون أو سبته وكذلك ريال مدريد وفيا ريال ستبدأ بعدها بساعة حتى ندردش عنا كمان بإذن الله تعالى حطوا لي إراكم بخانة التعليقات شو رأيكم بالتنظيم بشكل عام شو رأيكم بالمبارات النهائية المجنونة اللي خلتني أفقد أعصابي بكل معنى الكلمة حطوا لي إراكم تعليقاتكم ولايكاتكم وشيراتكم السلام عليكم